هذه الأوضاع بمختلف مناطق الضفاء الغربية في تفاقم بات شبه يومي سقوط الشهداء أبدأ معك بتعليق عن هذا الواضع هناك يعني استمرار وتوسيع لحرب الاستنزاف الشاملة التي تخوضها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في الضفاء الغربية بالتزامن مع حرب الإبادة التي تجنها أيضا في قطاع غزة ما يجري في الضفاء الغربية منذ ما قبل السابع من أكتوبر وازداد والتسعة ما بعد السابع من أكتوبر وعملية لتدمير كل مقومات أيضا الحياة ولاسيما في محيط المخيمات تدمير للبناء التحتية تجريف للطرقات لشبكات الاتصال شبكات المياه شبكات الكهرباء وتعاد الكرة أحيانا مرتين في اليوم يعني التدمير يتم أحيانا أكثر من مرة في اليوم بعد عمليات الترميم والإصلاح التي تجري وهذا يؤدي إلى إنهاك المجتمعات المحلية إنهاك سكان المخيمات تبعهم لمحاولة التفكير بمغادرة الحيز المكاني للمخيم إلى خارج يعني المخيم وخصوصا في المناطق التي تشهد ضغطا متواصلا مثل مخيم جنين وكذلك مخيمات طول كرم نور الشمس وطول كرم وهذا الأمر يترافق أيضا مع عمليات الاغتيال التي شاهدناها تنتقل إلى مستوى جديد باستخدام المسيرات يعني في عمليات قصف مفاجئة وبدون أي أسباب مباشرة كما حدث يوم أمس باغتيال ثلاثة شبان قال الجيش الإسرائيلي أنهم لم يكونوا في طريقهم لتنفيذ عملية أصلا وأنه يصفي معهم حساب وإذا كانت الأمور مفتوحة على تصفية الحسابات أعتقد أن هذا يفتح بواب جهنم لأن الكل يريد أن يصفي حسابات مع الكل وأكثر طرف يفترض أن يصفي حساباته المفتوحة مع إسرائيل هو الشعب الفلسطيني وهذا بمعنى من المعاني يؤدي إلى استمرار المقاومة الفلسطينية في الرد على ما تقوم به قوات الاحتلال وكذلك ما يقوم به المستوطنون من عمليات واسعة النطاق في الضفة الغربية وخاصة أنهم يشكلون رأس الحربة في عمليات التهجير القصري التي تشهدها مناطق واسعة في الضفة الغربية في المنطقة المصنفة جين وهذه المنطقة تعادل مساحتها أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية المعتلة وبشكل شبه يومي هناك عمليات تهجير العائلات بأكملها وهما تشير إليها أيضا تقارير المؤسسات الدولية مثل تقارير المكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة الذي أشار إلى أن أعداد كبيرة جدا بالمئات من الترسطينيين تم تهجيرهم من المناطق المصنفة جين مخاصة من مناطق جنوب الخليل وبادية شرق رمالة إضافة إلى الأغوار الشمالية وهذه العائلات تهجيرها داخليا في المرحلة الأولى ولكن الشعور الواسع عن نطاق في الضفة الغربية كما هو الحال في قطاع غزة بأن الشعب الفلسطيني يتعرض إلى قطر وجودي يهدد قطاعه في أرض الوطن وبالتالي يجب عليه أن يرد بمستوى درء مثل هذا القطر اليوم زيارة لوزير الخارجية الأمريكي للقاهرة قمة سوداسية ماذا ستحمل مختلفا أو ما يجب أن نركز عليه خلال هذه الجولة؟ بالتأكيد من المثل هذا اللقاء مهم من زاوية إعادة طرح الموقف العربي الموحد السوداسية العربية سوف تعيد التأكيد على المطالب المعروفة يعني عربيا والتي سبق لأن قدمت أيضا من خلال المجموعة العربية في محاولات متكررة لاستصدار قرارات في مجلس الأمن أطلط الولايات المتحدة في كلها أي ضرورة أن يتوقف هذا العدوان المستمر بدعم من الولايات المتحدة ضرورة أن تدخل مساعدات إلى قطاع غزة وكذلك ضرورة أن يكون هناك وهذا ما يهم الجانب الفلسطيني أن يكون هناك دعم للسلطة الفلسطينية لكي تستأنف عملها بشكل موحد في الطاقة الغربية وقطاع غزة وخاصة أن الرئيس الفلسطيني ذهب إلى خطوة تكليف رئيس وزراء وراء الدكتور محمد نصفا كرئيس وزراء جديد دعم عربي وموقف دولي داعم لمهامات هذه الحكومة وخاصة فيما يتعلق بما يعرض بسم اليوم التالي أي عمليات الإغاثة واسعة النطاق المطلوبة في قطاع غزة وعمليات إعادة الإعمار والبناء أيضا في قطاع غزة ولذلك أعتقد أن السلطة قد تكون قد نجحت في الحصول على دعم عربي لمثل هذه الخطوة حتى وإن كانت هناك بعض المراحبات من قبل الدول العربية لكن الرئيس الفلسطيني خاصة في غياب التوافق الفلسطيني الداخلي وعلى موجود شرعية لا لحكومته ولا إله يعني شخصيا يحتاج إلى مثل هذا الدعم الإقليمي والدعم الدولي لكن إلى أي مدى تستطيع الولايات المتحدة أن تغادر مربع الاستمرار في دعم الموقف الإسرائيلي هذا الأمر مشكوك فيه وخاصة أن الولايات المتحدة عمليا انتقلت للبحث في تفاصيل العملية البرية في رفح على ما يبدو أن الولايات المتحدة أيضا يعني بخلال الأيام الأخيرة أظهرت تراجعا نحو الأسوأ في منقفها الداعم لإسرائيل هناك تعثر وتعثر في الوضعات التي تجري لتوصل إلى صدق التبادل الأسرى ووقف لإطلاق النار لا تبدو الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل في هذا الأمر تنتظر الولايات المتحدة وفدا إسرائيليا إضافة إلى وزير الحرب الإسرائيلي للقدوم إلى واشنطن للبحث في تفاصيل خطة أسخريها لاجتياح لكن هناك من يرى أنها ربما بدأت بتحركات تترجم تصريحاتها وموقفها الجديد مثلا عند الحديث عن تقارير التي أفدت بإبطاء الجانب الأمريكي تسليم الأسلحة للجانب الإسرائيلي من جهة الرئيس بايدن كان قد ذكر قبل أسبوعين كلاما جوهريا في هذا الصدد هو تحدث عن خطوط حمر وعندما تحدث عن خطوط الحمر الخط الأحمر الأبرز الذي تحدث عنه هو الاستمرار في دعم إسرائيل دعم إسرائيل بالمعنى السياسي ودعم إسرائيل بالمعنى العسكري لا يمكن تخير أن تقوم الولايات المتحدة بوقف دعم العسكري وهذه مفارقة مهمة أن الولايات المتحدة تقوم الآن ببناء رصيف عائم باستخدام أنقاض المنشآت والمباني التي دمرت بطائراتها وبقضائفها في قطاع غزة تستخدمها من أجل بناء رصيف لإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينين هي تدخل المساعدات العسكرية الإسرائيل لكي تقصف الفلسطين وتقتلهم في قطاع غزة ثم تستخدم الأنقاض التي تسببت فيها أسلحتها من أجل بناء رصيف لإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين عملياً تؤدي في نهاية المقاف إلى حرف الأنظار عن الضغط المطوب على إسرائيل لفتح المعابر البرية وليس الانتظار المساعدات تبقى بجوة وهذا موضوع المساعدات الجوية يبدو أنه طوية أصلاً لم تعدوا لإدخال المساعدات الجوية تحدث الآن عن أسبوع عين للبدء في إنشاء هذا الرصيف العائم والممر البحري من قبرص لا أعتقد أن هناك تغييراً جوهرياً في الموقف الأمريكي حتى فيما يتعلق بهذا الخصوص ولكن كانت هناك تقارير إسرائيلية أشارت إلى قلق إسرائيلي من إشارات وردت من الولايات المتحدة تقول مفادها أن الولايات المتحدة تواجه مشكلة في استمرار إقناع حلفاء لها على مستوى العالم باستمرار تقديم الأسلحة وتصديرها إلى إسرائيل وهذا الأمر كما تقول بلسائل الإعلام الإسرائيلية يدفع في الولايات المتحدة للشعور بحرج أكبر وبالتالي إلى ضغط دولي لأنه إذا ما تكرر النموذج الكندي بوقف تصدير الأسلحة ونماذج بعض الدول في أوروبا لإسرائيل هذا الأمر بالتأكيد أنه سيشكل عامل ضغط داخلي على الأقل على إدارة بايدن وهي تقترب أكثر وأكثر من محطة الانتخابات الرئاسية ولدى بايدن ما يكفيه من ضغوط داخلية وخاصة في أوصات قواعد الحزب الديمقراطي والجاليات العربية والإسلامية التي تنتقد بشكل حال سياسات المتعلقة بحرب الإبادة في خطاق الزع ماذا عن مشروع قرار وقف إطلاق نار فوري ومستدام والذي مقترح من قبل الولايات المتحدة والذي تم توزيع هذا المقترح نحن الآن نقترب من تقريبا شهرين منذ أن قدموا مشروع القرار الجزائري كما نذكر جميعا الذي حاولت من خلالها الجزائر بالتعاون مع المجموعة العربية أن تترجم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها محكمة العدل الدولية في اجتماعها الأول إلى مشروع قرار ملتم بوقف إطلاق النار وهذه المحاولات الجزائرية العربية لأن أفشلت من قبل الولايات المتحدة التي ظلت تناور وتفاوض لأكثر من ثلاثة أسابيع على مشروع القرار الجزائري ثم جرى تعطيله ومثل ما قالت الولايات المتحدة أن لديها مشروع قرار هذا الأمر نسمعناه منذ شهر بالمناسبة والولايات المتحدة تتحدث عن مشروع قرار قدمها حياناً بليكي صرح أن هذا المشروع تم تعليه تعديلات نحن اليوم نتحدث عن مشروع قرار لوقف فوري لإطلاق النار ومستدام صحيح وهو مرتبط أيضاً بموضوع ما تسميه إسرائيلي الولايات المتحدة والإسرائيل الرهاحن الموجودين في قطاع غزة في إشارة للأسرع والمحتجزين الإسرائيليين الموجودين في قطاع غزة بمعنى أن الولايات المتحدة حتى الآن تشتري وقتاً لإدارة بايدن داخلياً بسبب الضغوط الداخلية وتشتري وقتاً تبعه لإسرائيل نقابل إدخال المزيد من المساعدات لقطاع غزة هي توفر لها الحماية في مجلس الأمن ما الذي يمنع الولايات المتحدة حتى الآن من تقديم مشروع القرار في مجلس الأمن إذا كانت جادة بالفعل في تمرير مثل هذا المشروع ما الذي يمنع فعلياً هو أن الولايات المتحدة ليست مع وقف طلاق النار في قطاع غزة وهذا هو أحد الأسباب التي تعطلت أيضاً الجهود المبدولة لتوصل إلى صفقة تبادل أسرع لأن ما يسمى الوسيط الأمريكي عملياً لا يقوم بالضغط الكافي على الطرف الذي يعرقل وهو نتنياهو حتى أوساط الإسرائيلية في المعارضة الإسرائيلية وفي أوساط أيضاً من داخل مجلس الحرب تقول بأن الطرف المعرق الحقيقي لمفاوضات وقف طلاق النار هو إسرائيل ونتنياهو بشكل خاص والولايات المتحدة عملياً لا تقوم بالضغط على إسرائيل من أجل الالتزام وقف طلاق النار حتى ولو كان الأمر يتعلق بالمرحلة الأولى التي يجري التفاوض بخصوصها إسرائيل لا تريد لا وقف طلاق نار ولا تريد عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شمال قطاع غزة ولا تريد إعادة تموضع قواتها على رقل في المرحلة الأولى خارج المناطق المتوضة يعني بالسكان ولا تريد أن تدخل المساعدات على نطاق واسع من خلال المعابر البرية التي تعرقل أو تعرقل الدخول منها خلالها أو أنها يعني تغلقها ماذا تفعل الولايات المتحدة؟ هي طلط إسرائيل الوقت التي تحتاجه من أجل تحضير العملية برية أو شكل ما من أشكال العملية البرية أو العملية العسكرية يعني في رفح وتبحث معها التفاصيل ثم نسمع كلاما أن الولايات المتحدة وتبحث مع إسرائيل استمرار الحرب تريد أن تبطئ إيصال المساعدات العسكرية ولذلك يبدو الأمر متناقضا بالكامل الموقف الحقيقي للولايات المتحدة هو ما نراه لا ما نسمعه ترجمة نانسي قنقر